كيف حلقة مصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية اهلا وسهلا فيكم شباب اليوم بهذا المحتوى راح نحكي عن اخر تطورات البيتكوين وعملة الشيبة واخر مسجدات عملة الريبين لكن شباب قبل ما نباشر بهذا المحتوى خلونا نمر مرور بسيط على قناة التليجرام خلونا نشوف صفقتنا بعملة السن دخلناها بالدولارين 96 وما زلنا مستمرين فيها وعمال من جني 4 شباب بكل صعود اننا نصيب لجني الارباح انضم لان لنسور التليجرام عنا خبراء متخصصين لدراسة العملة وضع الصفقات عليها صديقي وذا كنت حابب تدخل على السوق بشكل منظم وحابب الضعف محفظ لك انضم لاننا على الرابط اللي بأسفل الفيديو وهلا شباب بعتذر منكم عن الايطالة خلونا ننتهل للفيديو شاعر المستثمرين مسيطر عليها الخوف بسبب احداث الحرب بين اوكرانيا وروسيا هالشي عمال بينعكس على سوق الكريبتو والاسهم اخبار مخاوف كارثة نووية سببت مخاوف عند الناس قدت لهبوط السوق انبيرها لكن شباب بمنطقة البيتكوم بمنطقة 36000 منطقة دعم ما زال محترمة حاليا البيتكوم على فريم الاسبوعي ماشي بشكل عرضي ممكن نبقى مستمرين 10 ايام او 15 يوم قبل الانطلاق الى كسر مناطق 43000 هلا شباب ده تسألني انت كمستثمر وين مناطق الدخول ما بين 36000 و 38000 طبعا شباب عن تصحيح البيتكوين اما صديقي اذا انت كنت مضارب هالشي ما بيأثر عليك بتفعل الستوبلوز دائما شباب بهالوقت مندخل على مراحل نحن بقناة التليجرام دخلنا بمناطق 36000 وعززنا عند 38000 وفي بعض الاخبار ايجابية بالنسبة للعملات الرقمية اسويسرا اصبحت مثل السلفادور تستخدم التكليولوجيا للعملات الرقمية وطبعا هالشي بيأكد انه توسع للعملات الرقمية يوم بعد يوم شباب صعودنا الحقيقي لما القيمة السوقية للعملات الرقمية بتتجاوز الواحد تريليون والتسعمية مليون اما هلا شباب رح نحكي عن اخر احداث عملة الريبل كان فيه بطوء كبير بالقضية لكن شباب حاليا فريق الريبل امتلك اوراق بتجعل هيئة الاوراق المالية خاصرة وبتنطفي القضية بكل سهولة والمحام يحدد ممكن للشهر الرابع بتنتهي القضية ضيف على هيق صديقي تم رصد كمية شراء كبيرة من هاي العملية وهلا شباب مننتقل على الاخبار اللي انتو مستنينها هي شباب عملة الشيبة فريق ترفع له القبعة وصل حاملين لمليون ومئتين الف اما المتابعين على تويتر مليون وتسعمائة الف دخول الشيبة عالم الموضة وشراكة مع مطعم في ايطاليا لكن شباب هالشي ما حرق من السعر ابدا وصار عليها حملة اعلانات كبيرة على القطار وعلى السيارات وقريبا شباب رح تتم حفلة لحرق عملة الشيبة ورح يتم الحرق 10% من العدد عن طريق ستيفان كوبر المهتم بحرق الشيبة لكن شباب ما تم تحديد الوقت حتى ذكر انه ما رح يصير بمب بعملة الشيبة يعني شباب هن مجرد عمال بيقللوا من العدد بتوقعوا انا اكبر ارتفاع رح يصير بعملة الشيبة رح ينحزف صفر وممكن توصل للصفر فاصل تت صفار سبعة او ثمانية عند اضافته لمنصة روبين هود على اساس من ربع التاني من هاي السنة وهات شباب كان كل شي بخص الاستثمار واذا كنت بتفضل الصفقات المضاربة اليومية انضم لانه لليسور التليجرام رابط القناة باسفل الفيديو ولا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل اشتراك لحتى يوصل كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية والى اللقاء شباب بفيديو اخر اشتركوا في القناة